بسم الله الرحمن الرحيم نستمر في شرح مقرر تقييم وتشخيص صعوبات التعلم ونبقى في الوحدة السادسة تقييم وتشخيص صعوبات الذاكرة والدرس الثالث بعنوان اختبار الذاكرة السمعية التتابعية سلاسل الأرقام يستخدم اختبار الذاكرة السمعية التتابعية في التعرف إلى قدرة الطفل على تذكر سلاسل أرقام متدرجة في الطول أي في عدد الأرقام التي تتألف منها السلسلة الواحدة ويتضمن ذلك التعرف إلى أي قصور قائم في جانب أساسي في معالجة المعلومات في نطاق الذاكرة السمعية ولهذه القدرة آثار بعيدة المدى على فاعلية التعلم عند الطفل فهي الأساس في اكتساب اللغة وفي تطور مهارات الاتصال والتفاعل الاجتماعي وبخاصة في مرحلة الطفولة ومن هنا فإن تقييم الذاكرة السمعية يعد أهمية خاصة في التعرف إلى مدى استعداد الطفل إلى التعلم وإلى أي جوانب قصور يمكن أن يعاني منها الطفل في تطوره المعرفي والنفسي والاجتماعي ولها عدد من الأغراض من أهم هذه الأغراض تقييم مستوى الذاكرة السمعية عند الأطفال الذين يعانون من صعوبات في التعلم والذي يشك بأنهم يعانون من قصور في الذاكرة السمعية أيضا الاختبار يقيس قدرة الطفل على تذكر سلسلة من الأرقام بالترتيب نفسه الذي يسمعه من الفاحص ويتألف الاختبار من 14 سلسلة تتراوح كل سلسلة ما بين الرقمين وثمانية أرقام في السلسلة الواحدة وقد نظمت في سبع مستويات يحتوي كل منها على سلسلتين تبدأ هذه السلاسل بالمستوى الأول المؤلف من سلسلتين والذي يتألف كل منهما من رقمين وتنتهي بالمستوى السابع الذي يتكون من سلسلتين كل منهما مؤلفة من ثمانية أرقام الآن سأتنقل بين مستويات الاختبار وأمثلة على الفقرات الموجودة في كل مستوى وأثناء ذلك سأقوم بتوضيح تعليمات التطبيق وتعليمات التصحيح لو ابتدان بتعليمات التطبيق نقول أنه يطبق الاختبار على الطفل بشكل فردي وأبدأ التطبيق الآن مواجها للطفل وأقول له سأقول لك بعض الأعداد استمع إلي بكل انتباه وعندما أنتهي أريد منك أن تعيدها بعدي كما قلتها أنا تماما فإذا قلت 2-7 ماذا تقول؟ طبعا انتظر قليلا حتى يستجيب الطفل وبغض النظر عما تكون عليه استجابة الطفل قدم المثال ب إذا أعاد الطفل الأرقام بالترتيب نفسه المعطى في أي من المثالين ألف أو ب انتقل إلى الفقرة الأولى من الاختبار أما إذا لم يستجب الطفل لمثال واحد على الأقل من المثالين فأوقف الاختبار أعطي الطفل كل الفقرتين السلسلتين في كل مستوى وانتقل إلى المستوى الذي يليه دون تعليق استمر في تقديم فقرتين كل مستوى ما دام الطفل يعطي استجابة صحيحة لفقرة واحدة على الأقل في كل مستوى طبعا يعني الآن أعطيته المستوى الثاني إذا أجاب عن الفقرة الأولى فقط ولم يجب إلى الفقرة الثانية أنتقل إلى المستوى الثالث أما إذا لم يجب عن الأولى ولا عن الثانية الآن لا أنتقل إلى المستوى الثالث لو رأينا المستوى الثالث الآن لو أكملنا أيضا تعليمات تطبيق الاختبار نقول أن نتوقف عن تقديم الاختبار عندما يفشر الطفل في كل الفقرتين في أي مستوى كما ذكرت سابقا الآن تعتبر استجابة الفقرة صحيحة إذا أعاد الطفل أرقامها المعطاة نفسها وبالترتيب نفسه الذي قدمت فيه دون حذف الأرقام الواردة في السلسلة أو إبدال لها أو إضافة أرقام جديدة أو تغيير ترتيبها وتقبل الاستجابة التي يكون نطق الأرقام فيها قريبا من نطق الصحيح بدرجة معقولة عند قراءة الأرقام في كل مستوى نقوم بفاصل زمني بين كل رقم والذي يليه حوالي ثانية واحدة واعمل على قطع صوتك بعد قراءة كل رقم بحيث تتجنب أن يكون هناك اتصال بين صوتين كل رقم والذي يليه لا تحاول إعادة أي سلسلة من السلاسل إذا طلب الطفل منك إعادتها بل واصل إعطاء الفقرات التالية ملتزما بالتعليمات السابقة ضع دائرة حول العلامة التي تقابل الفقرة في الاختبار في حالة الإجابة عليها إجابة صحيحة يعني إذا أجاب على هذه الفقرة إجابة صحيحة ماذا أفعل؟ أضع دائرة على العلامة التي تقابلها أما إذا أجاب عليها إجابة خاطئة فلا أضع عليها شيء لو أجاب على الفقرة اثنين إجابة خاطئة لا أضع شيء أتركها فارغة هكذا طبعا بالنسبة لتعليمات التصحيح تحتسب علامات الفقرات التي وضعت حولها دوائر فقط وتجمع هذه العلامات لجميع الاستيابات الصحيحة في الاختبار الحصول على العلامة الكلية على الإختبار يعني هذه العلامات أي علامة عليها دائرة أجاب عليها بشكل صحيح نضع نجمحها مع العلامات المجابة بشكل صحيح كامل أما الإجابة التي لا يوجد عليها شيء لا نجمحها حتى نحصل على العلامة الكلية للطفل وهناك مكان في الورقة الأولى في الاختبار توضع فيه العلامة الكلية للطفل